اشتركوا في القناة مدخل الاستجابة عنوان درسنا هو صلاة الجماعة والجمعة وأهداف هذا الدرس أن تتعرف عزيز المتعلم عزيزة المتعلمة فضل صلاة الجماعة أن تتعرف فضل صلاة الجمعة أن تحرس على أداء صلاة الجمعة جماعة وقبل أن نشرع في درسنا لهذه الحصة لنجب عن الأسئلة التالية لماذا يذهب المسلمون إلى المسجد؟ جيد يذهب المسلمون إلى المسجد لأداء الصلاة المفروضة جماعة ومسم اليوم الذي تؤدى فيه صلاة الجمعة؟ جيد تؤدى صلاة الجمعة يوم الجمعة والآن فلنقرأ وضعية الانطلاق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا ندي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون الآية التاسعة من صورة الجمعة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفضل صلاة الفد ب27 درجة فلنحاول تحليل هاتين الوضعيتين ففي الآية الكريمة يأمرنا الله تعالى بالحضور إلى صلاة الجمعة والمبادرة إليها وترك كل الأشغال الدنيوية عند سماع الآذان أي ترك كل عمل نقوم به والتوجه لأداء صلاة الجمعة أما في الحذيث الشريف فيبين لنا الرسول الكريم فضل صلاة الجماعة فهي تفضل أي تزيد عن صلاة الفذ أي عن صلاة المنفرد ب27 درجة أي ب27 مرتبة عند الله عز وجل والآن فلنجب عن أسئلة الفهم التالية هل تصلى الجمعة جماعة أو فذة؟ جيد تصلى الجمعة جماعة وقت الظهر وما هو فضل صلاة الجماعة؟ أحسنتم صلاة الجماعة فضلها عظيم وثوابها كبير وتزيد عن صلاة المنفرد ب27 درجة وما الفرق بين صلاة الجمعة وصلاة الجماعة؟ ممتاز صلاة الجمعة تكون في يوم الجمعة في صلاة الظهر وصلاة الجماعة تكون في جميع الصلوات المفروضة إذن ماذا يجب علي فعله عند سماع الآذان؟ يجب علي التوجه إلى المسجد عند سماع الآذان لأداء صلاة الجماعة وصلاة الجمعة وكخلاصة لما سبق ذكره فصلاة الجماعة سنة مؤكدة لمن سمع النداء وتؤدى في المسجد وهي خير من صلاة الفذ ب27 درجة أما صلاة الجمعة فهي فرض عين على كل مسلم عاقل وتجب على من سمع النداء وتؤدى ركعتين جهرى وشروطها وأحكامها كسائر الصلوات ولا تخالفها إلا في الخطبة والدعاء بعدها أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذه الحصة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته